أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حوالي 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و268 حالة الشفاء وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقح إلى حدود اليوم 4.302.183 شخصاً وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 494.059 حالة فيما بلغ مجموع حالة الشفاء التامة 482.352 حالة بينما استقر عدد الوفيات في 8.798 حالة بنسبة فتك قدرها 1.8%